طيب الأهل كمان وهو بيسابق الزمن قبل نهاية يناير وغلق باب القيد الشتوي الأهل استعاد أو أنهى قطع الإعارة الخاصة بمدافعه الشاب محمد عبد منعم اللي كان معار إلى فيوتشر استعادوا النادي وتم تسجيله قبل نهاية القيد كان بالاتفاق مع مسؤولي نادي فيوتشر اللي تعاونوا الحقيقة مع النادي في هذا الأمر في المقابل تمت الموافقة على إعارة مانو مدافع الأهل الشاب إلى فيوتشر ابتداء من فترة الانتقالات الحادية يعني لنهاية الموسم ست شهور مع تجديد إعارة كريم ندفد لعب الأهل الموهوب العقد من إصابة واللي بدأ يستعيد مستواه الكبير المسؤول فيوتشر رغبوا أنهما يمددوا عقد استعارة ندفد لموسم جديد كمان فتمت الموافقة في ضوء هذه العلاقة الجيدة تذكر يا أستاذ إبراهيم من حلقة سابقة الحلقة الماضية أنا قلت هذا الأمر يجب أن يترك للإدارة العليا لأن كان يبتدى ناس تقول رأيها وناس رد عليها بما يشبه وكأن بوادر أزمة سوف تحدث لما بنسيب الأمور بيبقى كل الناس كاسبانة يعني هتبص تلاقي أن النادي الآلي استرد لعبي محتاجه الفترة الجاية بعد أن أظهر نوتجن واستوى يعني وظروف الآلي يعني تحتاجه الآن وأيضا فيوتشر استفاد خاد سنة ماد سنة لإعارض كريم ندفد واضح أنه هو بيستعيد مستوى وأصبح لعب مهم مهم يعني جاب في نجوه في ماتشنا وكمان خاده مانو اللعب الذي تقلق الناشئ الذي تقلق 2001 في المباريات الأهلي في كاس الرابط فهو ده الحوار الوين وين سيتيويشن أكسب وتكسب إنما التشدد مش هيثمر هذا التعاون وينبغي أن دي تبقى السمة اللي بتحكم المؤسسات مع بعضها ده كلام مهم جدا لأنه كمان حمد عبد منعم الحياة من خلال مشاركته الأساسية مع المنتخب في كاس الأمم نال تقدير الجميع الكل مجمع على أنه لعب فعلا استوى بشكل جيد جدا الأهلي لما أعاروا كان بيستهدف ده أن يوصل به لأعلى درجة من الجاهزية من خلال هذه المشاركات وعدد ساعات اللعب الكافية الإشادة بمحمد عبد منعم الحياة كانت من كل الخبراء يمكن سمعت الكابتن خلد الغندور مبارح هو بيقول لكابتن سيب زاهر منعم يلعب على حجازي يعني لو في مفاضلة عند مستر كيروش بين حجازي بتاريخه وجاهزيته وخبراته الكبيرة لا شايف إنه محمد عبد منعم أفيد وأفضل وده كمان الرأي اللي قاله أحمد حسان ميدو نشوفه نمي لواحد محمد عبد المنعم هو مدافع مصر القادم الأساسي والرئيسي لسنوات قادمة لما تلعب النهاردة ويكون أول بطولة كاس أم أفريقية ليك في السن الصغير ده وتلعب بالشجاعة دي وبالانضباط التكتيكي ده وبتنفيذ التعليمات ده وبالقلب ده دي علامات إن فيه مدافع قوي يعتمد عليه في السنوات القادمة وهيسير على نفس نهج المدافعين العظماء اللي جم في تاريخ مصر طيب لسنا في مجال مقارنة اللعبين بعضهم خصوصا أبناء الفريق الواحد متخب مصر أو النادي الأهلي لأن كل واحد له مكانته حجازي بتاريخه الطويل والمشوار الاحترافي الكبير الناجح وما يؤديه حتى الآن ثم هذا الصاعد الواحد الذي استطاع أن يصل ليس بأداء يعني جيد ولكن إلى قناعة الفنيين ودي النقطة الأصعب لأن انت ممكن تعمل ماتش كبير قوي لكن إنك تخش في قناعة الفنيين إن ده لما يحصل مقارنة يحصل مقارنة إيه بقى إن ده اللي جاي الموجة اللي جاي الوايف اللي جاي كمدافع صلب يحتاجه منتخب مصر والنادي الأهلي طبعا هو ده وصل لقناعة الفنيين ما احترمنا طبعا لأن كل واحد يعني النهاردة حتى الكابتن حجازي ما هو كان في موقف محمد عبد المنعم في لحظة ما كان الواعد اللي كل تنبأ له بأن مشواره حيكون على هذا القدر من النجاح وهكذا يا أستاذ إبراهيم بتتوالى الأجيال وجيل بيسلم جيل أو جيل بيأخذ بإيد جيل لأنه طبعا نطج هذا اللاعب تم فيه احتضان اللاعب الدوليني اللي حواليه وأكسبوه الثقة صحيح إحنا فيه انتظار أنه هو يأخذ هذه الإشادة وهذه الأراء بحكمة تخصه محمد عبد المنعم إحنا نقول عليك اللي نقوله قوعا تتقول على نفسك كده لازم تقول لسه ما عملتش حاجة نظرة النمر الجائع هي اللي بتحقق النجاح إذا شبعت أعجم بنا إذا صدقت أعجم بنا بص على النمر الجائع يا منعم لابد أنك تدرك أن هذه أراء متفائلة فيما يخص مستقبلك ولكن هذا ليس نهاية المطاف مش نهاية المطاف ده بدايته كل ما تطور طموحك هتروح لنقطة قدامه ومين عارف توصل لإيه كل التوفيق شكرا